انتصار جديد للمواطن هكذا يمكن وصف توجيه رئيس عبدالفتاح السيسي الخاص بزيادة الدعم الحكومي الموجه إلى التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموية بمقدار مليار جنيه إضافية ليصبح إجمالي الدعم المقدم من الحكومة للتحالف عشرة مليارات جنيه لدعم ومساندة نشاطه المجتمعية توجيه وإن عكس قناعة القيادة السياسية بدور مؤسسات المجتمع الأهلي فإنه يتزامن مع كون العام الحالي 2022 عاما خاصا بالمجتمع المدني ويهدف إلى مواصلة جهود الحماية الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجا من خلال تقديم المساعدات الاجتماعية المتنوعة الممكنة كافة اللافت هذه المرة كان توجيه رئيس السيسي بتخصيص جزء من هذه المبالغ لتوفير فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وهو توجيه يعكس توجه القيادة السياسية بحيث لا يكون الأمر مقصورا على تقديم مساعدات فقط وإنما يشمل مشروعات وفرص عمل لحل مشكلة البطالة وبينما يعاني العالم في ظل ظروف الاقتصادية الحالية يبدل التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي جهدا كبيرا بمشاركة جميع أعضائه وهم كبرى مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي في مصر إذ أصبح هذا التحالف جزءا لا يتجزأ من منظومة شبكات الحماية الاجتماعية في الدولة المصرية يضف هذا الدعم إلى جملة ما تتخذه الدولة من خطوات وإجراءات كبيرة وجادة نحو تطوير ملف حقوق الإنسان وإحدث نقلة نوعية متكاملة في مجال المجتمع المدني ونشاط المؤسسات الأهلية وإشراكها في مشروعات التنمية بما يعود في النهاية بالنفع على المواطن الذي يصفه الرئيس دوما بالبطل الحقيقي الذي خاض ببسالة معركتي البقاء والبناء